واليوم نرى منشورة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية على منصة X بعينين حمروين كعينين البطل الوهمي سوبرمان والذي حاولت هوليود من خلال تصدير فكرة أن الرجل الغربي بطل ينجح دائما في هزيمة الأشرار وأنتم أدرى بهوية الأشرار في هوليود ورفق بايدن صورته تلك بعبارة مثل ما خططنا له بالضبط فهل يتحدث جوه عن النتيجة التي نراها في غزة الآن؟ أسئلة كثيرة واتهمات كثيرة وجهت له من قبل المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه التغريدة أما داخل الولايات المتحدة الأمريكية فانتقاد بايدن جاء بعد انضمامه لمنصة تيك توك وهو الذي أمضى سابقا على ورقة نادي بمنع التطبيق في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكن الحملة الانتخابية تحتم عليه مخاطبة الشباب وهل من مكان أفضل من منصة التكبيس لمخاطبة المنتخبين الشباب؟ فنرى في صورة البروفايل أيضا عيونا حمراء وفي البيوغرافي الخاصة بالحساب نجد عبارة تطوير الاقتصاد فنرى في الفيديو الأول للرئيس الأمريكي مشاهدات فوق سبع ملايين ويرتدي فيه لباسا غير رسمي ويلقي المزاح والنكات إلى تعليقات نمذوها بمحمد الذي كتب كما خطط بالضبط دول عربية كثيرة طبعت مع صهاينة وسكتوا وتفرجوا على الإبادة الجماعية نورية كتبت أفتح جولة أنت وطرامب وليفوزها يكسب رئيس الجمهورية وكبس كبس فرح كتبت قلتم سابقا أن تطبيق تيك توك يتجسس على المسؤولين الأمريكيين فكيف نرى فيه الرئيس الأمريكي بهذا الشكل ماذا تغير الآن إنها الحملة الانتخابية